الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في كتابه الصراط المستقيم أو شرح الصراط صحيفة 383 قال الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن الحسن المكي في كتابه المسمى نهاية المرام في علم الكلام حكى القاضي أو بكر يعني ابن الباقلاني ابن الباقلاني هذا إمام قاضي كبير مالكي أشعري سيف الدولة أرسله إلى القسطنطينية في ذلك الزمان قبل الفتحات العثمانية فنظر الأمبراطور هناك ورجال الكنيسة ورفع لواء الإسلام ورفع راية التوحيد كان إماما فذا ذكيا سريع الإجابة حاضرة الذهن نحن 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 نهاية المرام في علم الكلام قاضي أبو بكر يعني ابن الباقلاني وقاضي أبن الباقلاني هو كبير مالكي وقاضي أبن الباقلاني هو كبير مالكي أبن الباقلاني هو كبير مالكي سيف الدولة وقاضي أبن الباقلاني هو كبير مالكي سيف الدولة وقاضي أبن الباقلاني هو كبير مالكي سيف الدولة أبو الحسن الأشعري قال في كتاب النوادر عند السؤال هل يعرف الله تعالى عبدون اعتقاد أنه جسم la question on a dit à l'imam الأشعري est-ce qu'il a connu Dieu celui qui croit que Dieu est un corps فقال إن هذا القائل غير عرف بالله وإنه كافر به الأشعري a répondu cette personne n'a pas connu Dieu et il est مécréant lorsqu'il a cru qu'Allah est un corps الله تعالى a dit dans le Coran الله تعالى a dit dans le Coran ولم يكن له كفوان أحد فمن قال إنه جسم ما عرف الله وخالف قوله تعالى وخالف قوله تعالى ولم يكن له كفوان أحد وقال القاضي رحمه الله وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ عَلَى مَنْزَعْمَ et il n'a pas de fin قال تحاوي ما زالا بصفاته قديما قبل خلقه ما زالا بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته c'est-à-dire Allah est éternel et ses attributs sont éternels ce n'est pas par la création des créatures qu'Allah a eu des attributs en plus Allah est parfait et ses attributs sont des attributs de perfection sans début, sans fin et celui qui dit la parole de Dieu est créée et la mécrue aussi وهذا هو الذي يصح عن أبو الحسن أما كتاب الإبانة لم يكن طبعه من أصل وثيق في كتاب الإبانة للأشعري ولكن هذا الكتاب فيه نسخ متناقضة فيه نسخة بتقول هيك نسخة بتقول هيك نسخة بتقول هيك فإذا كيف يعتمد على كتاب فيه عدة مخطوطات يناقض بعض وبعضا فهم يعتمدوا على نسخة فيه تشسيم أو تشبيه قالوا هذا الكتاب للأشعري و هذا من آخر كتاب للأشعري ما صحيح ليس من آخر كتاب للأشعري ولن يعتمدوا على نسخة موثوقة الكتاب للأشعري هذا أو ذلك. أبلغ أو ذلك أعلى أملاً الأرض لديهم تعرف بالتحدث لنظرست أنه ليس ليس إن جدا ليس مطلعين أنه نعرف أملاً سنعرف يقول للتكذب إذا كان لديهم سيتس يقول لهم يقول للناس أنه يمكن أن ندرك أنه يسمى الوهابيين أو المجسمة على الإبوك. يعني التزييف بالكتب المشبهة الحشوية من أخطر الناس في تحريف الكلام. لماذا؟ أريد أن أعطيك أمثل اليوم؟ تريد مثل اليوم؟ تريد مثل اليوم؟ اليوم؟ عندك الألباني؟ حسنًا صار لهم ميت عشر سنين أو كذا. كتاب الأدب المفرد للبخاري. طبعوه وحذفوا منه كلمة يا محمد. هي كلمة يا محمد. شيلوا كلمة يا. لكن هذا هو هو محسن. ويسأل كلمة يا محمد المفرد للبخاري. وليس نقصر ونزر بخاري. حشيات الساوي على الجلالين. هذا الساوي الذي تتحدث عن الوهابيين. وحذفوا من أخطر الناس في التحريف. سيكونون من أخطر الناس في التحريف. لأنه يقولون في تحريف الناس في الناس في التحريف. لأن الساوي، عندما في التحريف الثقراء على الجلالين، يتحدث عن الوهبي في صورة وضعه يقولون وضعه يقولون وضعه يقولون وضعه يقولون وضعه يقولون كل هذا يضعون هذا يعني؟ إنهم يكونوا مالحنون لا يمكنهم إليه وفي في المنزل هناك بعض المنزل منذ المنزل وهي قد تخلص ويقضي فإذن لم يكن طبعه من أصل وثيق في المقالات المنشورة باسمه لأن جميع النسخ الموجودة اليوم من أصل وحيد كان في حيازة أحد كبار الحشوية لأن جميع النسخ الموجودة اليوم من أصل وحيد كان في حيازة أحد كبار الحشوية من أجل الكلمة إما من اعتقاد الجسمية والجسم يحشى فقيل لهم حشوية أو من الحشو وهو الكلام الذي لا فائدة منه وهؤلاء كلامهم شبهوا بالحشو الذي لا طائل ولا فائدة منه ويقول للمسكرين ويقول للمساحة وليس يؤمن هذا على الاسم ولا على المسامة هذا المساحة التي لديه نظره ولا يمكن أن نعطي المساحة لم يعد مدد المساحة والذي تكتبان في الموادهم المتحدة لما بقيت وجه لمناصمة الحشوية العداء له على وجه المعروف يقول كيف يناقض هذا كيف يكن هذا يصحوا عن الأشعارية سيض gap جدي gets pode وطمق أو التبحيد وطمق في الأخر الت Lenovo gear كيف يمكن الوحيد أن أيضًا ينقول بارحش يقول يقول كيف تقول كيف يقول 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 يعnak ومعلوم طعن الحشوية المجسمة فيه قديما وحديثا يعني الحشوية كانوا يضمون يطعنون بالأشعر قديما وحديثا الأشعر يضمونه ويعتبرونها فرقة ضالة حتى إذا من شهر أو شهرين وحدة وهابية وضعت هناك كتاب وأنا قلت سأريكم ما فيه فيذكرون الأشعرية على أنهم فرقة ضالة ولكن ابن حجر العسقلاني كان أشعري الإمام النووي كان أشعري الإمام الغزالي كان أشعري البيهقي كان أشعري الباقلاني كان أشعري الإمام كيف من تلميذ الإمام الشافع رضي الله عنه أكثرهم كانوا أشاعره هؤلاء هؤلاء كانوا على الضلال أبو عمر بن الصلاح هذا الرجل الذي وجد جسده ثمانمائة سنة بعد موته لم يبلغ كان أشعريا لو كان فاسد الاعتقاد الله يحفظ جسده ثمانمائة سنة بعد موته كما هو ليس أنه ليس أنه العظم باقي لا كما أنه كأنه نائم بعد ثمانمائة سنة أبو عمر بن الصلاح وهو شافعي أشعري هؤلاء كانوا يطعنون بالأشعر يضللون الأشعر كيف تنشر كتاب تقول هذا للأشعري والإبانا أنت تطعن بالأشعر ينزلون الله عن الجسم والأعبر الأشعر ينية pas les attributs de Dieu mais polls ي confirme avec l'exemption qu'Allah n'est pas encore qu'Allah n'est pas dans une place qu'on ne lui attribue pas les membres et les organes c'est ce qu'il dit الأشعر يثبطني ثمانمائة سيفات مع التحسيم alors qu'on dit que الحشوية ils attribuent الله سنة ils confirment ce qui était dit dans le quran et la sunna mais avec يعني مثلا يقول كرحقت يقول لك سألت هنانا نعرف أنه يقول Judas يقول لك ون رحف لك لا يقرب وضعه يدفع أن أعرف سأعرف على سأعرف في التفعلي سأعرف على سأعرف على سأعرف في التفعلي لأنه تأعرف في التفعلي تعرف هذا يدفع لأبد بالأبد إذا لم تأخذك الليكو عندما تأخذك محل On est dans les rangs Dans la prière On dit On dit Pourquoi vous n'essayez pas C'est-à-dire Alignez-vous Estawa Dans le sens A dominer Il a 15 sens Et le plus noble C'est dominer Pourquoi vous avez pris S'asseoir Les êtres humains Ils s'assoient Les singes Ils s'assoient Pourquoi vous dites Allah s'assoit Parce que vous croyez Que Dieu est un corps Et celui qui dit Dieu est un corps Il n'a pas connu Dieu Il est mécréant الذي يقول الله جسم ما عرف الله هو مجسم ما عرف الله ما عرف التوحيد والجلوس من صفات الإنسان والحيوان كيف تقول الله جالس هؤلاء يثبتون مع التجسيم أما الأشاعر يثبتون مع التنزيه فإنت لما تقول لا إله إلا الله تثبت وجوده صح أو وحدانيته بعد ذلك تقول سبحان الله ما معنى سبحان الله تنزه الله عن مشابهة المخلوقات وعن كل نقص وعيب وهذا الذي نبدأ نبدأ الصلاة بالإقامة والأذان وثم نبدأ بالتسبيح لهو تنزيه هؤلاء يقولون الله له صفات كذا بالقرآن كذا بعد ذلك يجسمون يقولون جلسة وقعدة ورجل وصاق وعضو وجارحة وحو أذن ابن باز لا شو قال لك بالأذن ابن باز ابن باز قال الأذن لا نم فيها وأنا نثبتها لا نم فيه وأنا نثبت هذا المسكين ما يقول الأذن لا نم فيه وأنا نثبت يقول ابن باز يقول أنه لا نعلم هل يوجد أهل أو لا؟ لا نعلم واذا يا أعمى؟ ما رأيت ليس كمثله شيء؟ ما سمعت أنتم ما شافوا وما بيشوف بس ما سمعت ليس كمثله شيء؟ تُنَا بَا أَنْتَنُّو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع أضاف السمع ما قال الأذن الأذن من صفات البشر الأعضاء من صفات البشر الممبر والأرقان هل يقول لك أحد يقول لك الجسم لا نم في والسود أحد يقول لك لا جسم ولا هو وزن وهو جالس على العرش هل يكون بينهم مهمة كمثله على التشسيم والتشبيه والعياذ بالله تعالى ومعلوم تحن الحشوية أو الحشوية في الإمام الأشعري قديما وحديثا يكفي في ذلك ما اشتهر عند الوهابية من ذنبه وتضليله وتصريح تصريح بعضهم بتكفيره بعض الوهابية وأنت لما تقول الأشعري ما تسعين بالمئة من العالم الإسلامي أشاعر 90% من المسلمين وأنت لما تقول لهم وأنت لما تقول لهم ومعنا بالمئة ومعنا بالمئة ومعنا بالمئة لقد كان السبب مالذيع الشهر لم يأكل من كل دي ماشق لا يأكل من كل دي ماشق لا يأكل فى شبهات مام ناوي كانت 13 آسفة وليس نمتلاب بعض المالذي عاما لأنه لم يكن بسرسة خلالها لأنه لا يوجد قد بالكامل لأنه ليس مالذيبا لقد إلتقال سيدنا لقد انتهي لديه لديه رجالك لديه رجالك معماما ولم يأكله ولم يأكله ولم يأكله ناوي ولم يأكله ستكون مدرد بشكل مدرج من أحقا لديه ويجب أن يسألون ما يسألون ويسألون ما يسألون مجمعه في أليس أبدا أفضل السمع أنت تتكلم على المنزل في الولاياتكة لا أشمل مدرسة مدرسة فإن الآن عندما يسألون أني يسألون أمي 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 ومسألون رائع مزيدة إن هذا سعيد وديه نوائه كان كبير و أجل اخبالك رياض الصالحين وهذا الكتاب إنها من خاطف cinنا من صحيح البخاري إنها من صحيح البخاري أخبارك سنقوم بتخطيح البخاري لكن فليات قطعة النافق اليوم هل نوائیه رياض الصالحين le livre les jardins de saint il est le livre le plus répandu dans le monde islamique après le koran el karim parce qu'il a pris MJW il est tellement sincère sincère que les livres sont demandés dans le monde entier dans le monde entier et de sa sincérité tu vois comment ces livres sont bénéfiques que soit l'adkar, que soit المجموع المجموع الليف دي بني قافر قال تعليم الوحابي يقع للمفقه فنصر إذا قال هذا المسائل الغزالي 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 ساقل كل هذا يمكنك أن تذهب في كل مخلص في الأمام في كنا الكسيف فقه حديث تفسير langue c'était Asha'ira Ibn Khaldun Asha'ira Sibawai le grand savant de grammaire arabe Sibawai Ibn Khaldun ce grand savant qui a mis le livre Al-Muqaddimah dans la sociologie c'est Asha'ira les grands linguistes arabes c'est Asha'ira Asha'ira parce que l'Asha'ira il n'a pas amené quelque chose qui contredit la croyance des Sahabas il a pris la croyance des Sahabas et il a mis les preuves et les arguments et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve et il lui a dit tu travailles sur ça au début lui il a mis à côté il a enlevé tous les livres de Al-Muqaddimah mais il n'a pas commencé à travailler pour soutenir la croyance de Al-Sunna après le prophète lui est venu une deuxième fois dans le rêve l'Al-Achari il lui a dit mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je te dis il lui a dit j'ai mis les autres livres c'est-à-dire de l'Atizal à côté il lui a dit mais c'est pas ça que je te dis j'ai dit de travailler pour mettre les preuves pour la croyance de Al-Sunna et il a dit que je sais qu'Allah ta'ala va t'ouvrir la porte pour ça il va illuminer ton coeur pour ça et il a fait des grands livres pour soutenir la croyance du Sahaba c'est pour cela cet imam était tellement célèbre et nous nous avons l'imam il n'a pas amené une nouveauté mais il a pris la croyance qu'il avait des compagnons et il a mis cette croyance dans les livres avec les arguments والله subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam walhamdulillahi rabbil alameen sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin